عقد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عبر الاتصال المرئي مع وزير المالية والإرادات الباكستاني الاجتماع الأول للجنة التوجهية للمحور الاقتصادي وأكد وزير الطاقة أن المملكة تعد باكستان شريكا مهما في خططها وبرامجها التنموية داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين وإيجاد فرص شراكة جديدة في مجالات الطاقة والبترول إضافة إلى البترو كيميائية والكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والنقل